وسط إجراءات احترازية صحية مشددة انطلقت اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية العامة والتي تستمر حتى الثالث عشر من شهر يونيو الحالي السنة هذه سنة استثنائية على مستوى الدولة لو تكلمنا عن السنة الاستثنائية بالنسبة للمدارس احنا راح نراعي فيها عدة أمور الجانب الاول هو الجانب النفسي مو بس للطلبة احنا في السنوات السابقة كنا الراعي الجانب النفسي بس للطالب السنة هذه الراعي الجانب النفسي للطالب وللأمر وللمراقبين وللإداريين ولعمال النظافة ولسواقين السائقي الباصات وللمشرفين الباصات كل هذا الكل داخل مبنى المدرسة وداخل الاختبارات وهو متخوف جلس اليوم لاختبارات نهاية الفصل الثاني أكثر من 11 ألف طالبا وطالبة تم توزيعهم على حوالي 150 مقرا وخصصت وزارة التعليم والتعليم العالي أكثر من 6 ألف موظف للعمل كملاحظين وفي لجان السير داخل هذه المقرات الحمد لله ما واجهنا أي مشاكل واليوم نحن داخلين الامتحان بعزيمة ومتسجعين جدا على مواجهة الاختبار حددت وزارة التعليم ثمانية طلاب كحد أقصى في كل لجنة وأربعين طالبا في القاعات الرياضية التي يتم إعدادها للاختبارات ويجب على جميع الأشخاص الموجدين في مبنى المدرسة أن يخضعوا للإجراءات الصحية عند المدخل الرئيسي للمدرسة إجراءات الاحترازية نحن نجينا الصباح مع الشباب المشرفين الآن قياس الحرارة والتفتيش وبعد ما نتأكد من حرارة الطالب أن الحرارة الطالب أوكي يتم دخوله إلا كانت الحرارة شوي مرتفعة يتم انتظارها قياسة مرة أخرى وإلا كان عادة الحرارة مرتفعة نحاولها على دكتور المدرسة ويكون أول شيء لابس القفاز ولابس الكمام ما يدش المدرسة إلا قفازات الكمامات لابسها الطالب انتشار فيروس كورونا المستجد وضع شروط وتحديات جديدة أمام الطلاب في طريقهم لأداء اختبارات السانوية العامة هذا العام حرص على تطبيق إجراءات السلامة والصحة من قبل الإداريين والطلاب والموظفين في المدارس في يومهم الأول لاختبارات نهاية الفصل الدراسي بالسانوية العامة شوقي مهدي من أمام مدرسة الدوحة السانوية للبنين شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر